حظر أي مظاهرات لإسلاميين مثل التي حدثت في همبورغ شايف موضوع المظاهرات والحديث عن الخلافة رأتك ليه عملت زي والله استهزي الموضوع هي موضوع ومش قضية للخلافة هذه خرافة أصلا ليست خلافة هذه خرافة من يريد إعادة إنتاج ما يسمى بالخرافة هذه خرافة هي فتبقى خرافة أول موضوع المظاهرات بحد ذاته اليوم أحد الخبراء المعنيين بالإسلام السياسي اسمها موجودة وذكر في الإنفوغرات بمكانه الشخص يراجع الخبر قال لك أن هذه المظاهرات في النمسا غير مخيفة لأن المشهد الإسلاموي المشهد المتشدد المشهد المتطرف تحت السيطرة أو أنه فعليا تم إخماده يعني الاعتقالات التي طالت العديد من الشخصيات التي يقال أنها محسوبة على الإخوان المسلمين في 2020 عندما تمت هذه الاعتقالات وأيضا يقول أنها غير محسوبة فعليا فعليا بعض الضوابط في الخطاب يعني خطاب الإسلام السياسي خطاب الإسلامي فعليا حالة دون نمو الجناح المتطرف هنا في النمسا ألمانيا فعليا يوجد فيها انفلات سيدي الكريم السويد يوجد بها انفلات إلى حد كبير فرنسا يوجد بها انفلات كل ما تحمل كلمة معنا من هؤلاء الأشخاص أما في النمسا فعليا قال لك شو قال لك الخبير قال لك حتى لو حدثت هذه المظاهرات لن يستجيب لها أحد وإن استجاب لها أحد لن تكون فعليا يعني لن تكون فعليا ذات الزخم حقيقي وطبعا وزارة الداخلية قالت فورا أنها فعليا ستمنع أي مظاهرة تأتي تحت هذا العنوان سيقومون بمنعها وأكثر من ذلك وأكثر من ذلك قالوا طبعا بناء الخبراء شو قالوا حتى لو تم الدعوة إلى عدد من المظاهرات من هذا النوع ولكن استخدموا لها أسماء أخرى يعني وتمويهما أيضا فعليا لا يعول عليها لأن المشهد المتطرف في النمسا فعليا مشهد ضعيف للغاية أضف على ذلك سياسة تحريرية التي تنتهجها إنفوغرات في نشر المعلومات وتعرية العديد من هذه الجهات أيضا الجهات المتشددة ساهم في نشر الوعي بشكل كبير بين العديد من المسلمون وغيرهم في النمسا من الناطقين بالعربية وغيرها نحن إنفوغرات على مدار السنين الماضية كنا حائط وسد منيع في وجه العديد من المشاريع المتطرفة والشخصيات المتشددة التي حاولت حاولت أن يكون التطرف والتشدد مشاع في المجتمع ولكن كانت إنفوغرات فعلية من خلال برامجها الهادفة وأخبارها المباشرة والعنوين الجريئة التي لا يستطيع أحد تبنيها كانت حاجز وحائط منيع يوجه العديد من المشاريع المتطرفة هنا في النمسا ترجمة نانسي قنقر